تمر داعش في بسط نفوذه في أفغانستان على حساب طالبان متجاوزا حدود قواعده في سوريا وفي العراق إذ نشرت صحيفة ذا دايلي ميل البريطانية لقطات من داخل معسكرات تدريب داعش الإرهابي في أفغانستان والتي وصفتها باللقطات التي تقشعر لها الأبدان موضحة أن داعش يدعي قتله لزعيم طالبان ويدعي سيطرته على أجزاء كبيرة من الميلاد نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أحدث مجموعة من الصور لمقاتلين تابعين لداعش وهم يتدربون على مختلف أنواع الأسلحة في معسكرات في أفغانستان سلسلة من الصور المثيرة للصدمة لرجال يرتدون أقنعة صفراء ويشكلون صفوفا منتظمة هذا الأمر ليس بالجديد لكن الجديد فعلا أن هذه الصور التقطت على جبال في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان وليس في سوريا أو العراق الصراع بين داعش وطالبان في أفغانستان بدأ يأخذ شكلا جديدا إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن داعش بدأ يتوسع في أفغانستان حيث تمكن حتى الآن من إقامة ولاية في خرسان والاستقرار في الجبال الشرقية في البلاد وشن هجمات عنيفة على الأفغان في تلك المنطقة لمنع وجود أي معارضة كما بدأ تجنيد مقاتلين في صفوفه وقال الديلي ميل إن إحدى خلايا طالبان انشقت وأعلنت ولاءها لداعش ورجحت أن تكون هي المسؤولة عن قتل زعيم الحركة الملا أخطر منصور وبحسب الخبراء فإن لداعش أسبابا وجيهة للتخلص من زعيم طالبان منها إضعاف الجماعة والتوجه إلى الأرض الأفغانية وبالرغم من أن المسؤولين الأفغان رفضوا في البداية التهديد الذي يمثله داعش لكنهم أجبروا الآن على الاستيقاظ والتنبه لنمو الجماعة الإرهابية وتوسعها السريع الذي ينظر بالخطر